السلام عليكم جميعا معكم دكتور عمر شكوري نكمل محاذرات الباطنية الغدد الصم الاندوكراينولوجي طبعا هسا وصلنا الى البارت الاخير ان شاء الله من المحاذرة كل اشهر سهل ايضا راح نبدي بالثايروتوكسيكوسيز عندنا ثايروتوكسيكوسيز اللي هو افراط افراط او فرط افراز هرمونات الغدد الدرقية فرط افراز هرمونات الغدد الدرقية شوفوا بالنسبة لثايروتوكسيكوسيز حتى تعرفون هاي الاعراض ماله هي كثيرة حتى تعرفون الاعراض ماله تخيلوا انسان كلش اكتف يعني انسان كلش اكتف كل شي عنده خلينا نقول بكثرة يعملوا يعني يصير هو اوفر اكتف كلش نشيط سويتس كلش يعرق ما يتحمل الحرارة يصير عنده خفقان دائما يصير عنده حتى رأشة بالادين اللي هي يسموها تريمر الويت مالته يكون دائما نقصان عادة ان الشهية تزيد اذا فد مرة فد مرة الابيتايت زادت رح يصير عنده حالة من زيادة الوزن يسموه بارادوكسيكال ويت جين لان هو بالكثرة يقل الوزن العارض الرئيسي هو يقل الوزن ولكن في حالة زيادة الشهية بصورة مفرطة اللي هي حط الكمية هاي السهمين يعني too much increase in appetite هذا يؤدي الى انه الوزن يزيد بنسبة 10% يسموه بارادوكسيكال ويت جين ان 10% ايضا هذول يجون دياريا وممكن يجون عنده مشاكل كأي مشاكل بالغدد انه infertility او نقصان بالدورة الدموية oligominoria oligominoria طيب بالنسبة للعلامات العلامات كلش مهمة العلامات الساين هذي كانت symptoms الساينس كلش مهمة اكوساينات راح نشوف الصور عليها نهاية الشرح هذا الساينات يسموها الخاصة بالعين شوفوا هذول اللي عندهم thyrotoxicosis يصيغ عندهم بالعين جحوض العين جحوض العين exophthalmos راح نشوفه يعني يسموها exophthalmos راح نشوفه بالصور ان شاء الله ايضا البالس قدنا غاح يصير fast وممكن irregular ممكن يؤدي الى رجفان او ذيني او بطيني مثل atrial fibrillation او svt او حتى vt الاسكن راح تكون warm و moist التريمر ايضا موجود الريثيمة يعني احمرار الكف و thin hair وعلامات العين هذي مهمة علامات العين بالثيروتوكسيكوس مهمة lid lag و lid retraction هاي اش معناتها اكو فحص احنا من نبحث المريض يعني اكو مثلا اقول له دحق على نقطة معينة ومباشرة خلينا نقول اشوف ايدي للمريض اقول له دحق على ايدي ومباشرة انزل ايدي لجوا اقول له اتبع ايدي نزل ايدي لجوا راح اشوف انه بقبو العين تحرك عيدحق لجوا ولكن الجفن يصير بينه تأخر بالنزول تأخر بالنزول هاي سموها lid lag و lid retraction وهذا يخلي العين تبين كأنما يعني بيها نوع من انواع الستير الحول اللي هو التحديق المستمر طيب الاسباب اللي ممكن تعمل ثايروتوكسيكوسيز ممكن غويتر ممكن ثايرويد نوديول وممكن بروي غويتر اللي هو تضخم الغدة الدرقية والثايرويد نوديول اللي هي يعني عقدة تصيغ بالغدة الدرقية او ممكن نسمع صوت يعني صوت بروي اللي هو صوت المشاكل الشرايين اللي تكون خاصة بالثايرويد طيب اشوان نفحص الثايرويد او اشوان نفحص خلينا نفحص خلينا نفحص هرمونات الثايرويد شوفوا الثايرويد غح تفرز تي ثري تي فور مثل ما اتفقنا اذا ارتفعوا سميناهم ثايروتوكسيكوسيز اذا انخفضوا سميناها الحالة هايبو ثايرويدزم راح نجعلها بعد شوية فالهرمونات اللي تفرزهم الثايرويد غلاند هيم تي ثري تي فور اذا ارتفعوا سميناهم ثايروتوكسيكوسيز اذا انخفضوا سميناها هايبو ثايرويدزم التي اس ايج راح يكون بالعكس بهذول المرضى ابو ثايروتوكسيكوسيز يعني اشنو تي اس ايج قليل انا مشكلتي بهذول المرضى ثايروتوكسيكوسيز مشكلتي بالغدد رقية نفسه التي اس ايج منو يفرزو يفرزو الاستاذ اللي فوقو اللي هو منو بتويتر غلان الاكفة شيء يسمونه فيدباك يعني انا من عندي تي ثري و تي فور بالجسم عالي نتيجة الغدد الدرقية هذا غح يرسل لي فيدباك باتجاه البتويتر يقل قللي يعني يوصل لخبر انه قللي افراز التي اس ايج قللي افراز التي اس ايج قللي افراز التي اس ايج حتى يحاول انه الثايرويد لا يصل حتى لا تتحفز وتنتج بعد هذه الفيدباك فلما اجي انا اعمل الفحوصات رح القي التي ثري عالي والتي فور عالي لكن التي اس ايج قليل هذا يثبت لي انه انا المشكلة ماليتي وين مشكلتي بالثيرويد نفسه طيب اشو انا عالجه اشو انا عالج الثيروتوكسيكوسيز ببساطة عندي ثلاث خطوات اما اشعاء اما ادوية اما جراحيا ادوية اش ممكن ننطي نوعين من الادوية ادوية بيتا بلوكر مجموعة البيتا بلوكر هذه تعمل رابد كنترول للسيمتوم يعني تسيطر على الاعراض بصورة سريعة والنوع الثاني انطينو لازم انتي ثايرويد ميديكيشن يعني ادوية مضادة لهرمونات الثايرويد اللي هو منه الكاربي مازون راديو ايودين الايودين المشع وممكن اخر شيء اعمى ثايرويدكتومي اشيلة للغدة كلتها جراحيا طيب هس هايبوثايرويدزم تذكرون قلنا الثايروتوكسيكوسيس فكروا بانسان كلش نشيط حتى تعرفون الاعراض هون بالهايبوثايرويدزم فكروا بانسان خامل هادئ هادئ بشكل بحيثين تعراض الهايبوثايرويدزم او ما يسمى بالميكسو اوديما السمطوص مالتهم اشنو سليبي نعسان لثارجي خمول تايردنس دائما تاعب المود مالتهم صفر ما يحب البغد يحب الحرارة ما يحب البرد الويت ماله يزداد كونستيباشن اذا تلاحظون هنو قلنا الوزن يقل وقلنا ديارية يعني سهل هنو قلنا الوزن عايزيد وكونستيباشن دائما نمساك مينوريجيا هورس فويس مهم يعني الصوت مال المريض هذا يصبح صوت خشق غليظ كل شي يسمونه هورس فيس وكذلك الميموري تتأثر اوجاع بصورة عامة ديمينشيا مايالجيا كرامس ويكنرس الساينات الساينات عندنا ساينس مهمة مثلا راوند بوفي فيس يعني وشو صيغ مدوغ وش هذا المريض مدوغ وصيغ عنده دابل تشين يعني الحنك متجمع بينه الشحوم وكذلك صيغ أوبيس المريض وكثير التثاوب وكولد هاند وممكن يصيغ عنده اتاكسيا اتاكسيا اللي هي ترنح وكذلك السلو ريفليكس ريلاكس هذول عشو نعالج عنده مشاكل قصور بالغدد الدراقية نطيهم التفور مباشر اللي هو ليفوثايروكسين ليفوثايروكسين ونرجع على الملاحظة اللي قلناها بأول بارت انه الليفوثايروكسين لازم نطي قبله الاستيرويد ليش حتى نمنع حصول الادرين لكرايسز اكو غدد اخرى يسموها البراثايرويد هي غدد موجود طبعا هي اربع غدد موجود ويصب بوستيرير للثايرويد يعني خلف الثايرويد هذول الغدد يفرزون في الشيء اسمه باراثايرويد هرمون يبقى اوكي منه هذا البراثايرويد هرمون هذا البراثايرويد من الكاليسيوم بالجسم يعني من اكو كاليسيوم خربطه بالكاليسيوم يصل الفيدباك على البراثايرويد هرمون فنورمالي نورمالي سكريتد يفرز in response to low ionized كاليسيوم level يعني يقل الlevel مع الكاليسيوم اوتوماتيكيا يصل اعاز للبراثايرويد انه بده يشتغلي طلعي لبراثايرويد هرمون هذا البراثايرويد هرمون هذا البراثايرويد هرمون يعني controlled by negative feedback من خلال الكاليسيوم level البراثايرويد هرمون اشنو شغله شغله التالي اولا اول شي اش يجي 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 الكاليسيوم موصب مخزوم بالجسم مخزوم بالعظام فاول ما يجي يزيد osteoclast activity يعني osteoclast تكسير العظام يعني مو تكسير اقصد بيها كسر وها انما عملية هدم بالعظام حتى يسحب منه شوية كاليسيوم وكذلك البي او فور from the bone ثاني شي يزيد الكاليسيوم reabsorption in the kidney يعني يزيد عسه هو البراثايرويد هرمون يحاول يجيب لك كاليسيوم نقص الكاليسيوم تحفز حتى ينتج البراثايرويد هرمون مين من البراثايرويد جلانت اش غح يجي يعمل هذا الهرمون غح يجي اولا يجي باتجاه العظم يعمل osteoclast حتى يسحب منه كاليسيوم ويرجعه للجسم وكذلك يزيد امتصاص الكاليسيوم من الكلية reabsorption يعني عادة امتصاص الكاليسيوم من الكلية ثالثا زيد الانتاج مع D3 D3 production is increased عن طريق تفعيل في الطريق اللي هو يسمونه 1.25 داي هيدروكسي بيتامين D3 production خليم يزيد للسهولة يزيد D3 production overall هو غح يزيد الكاليسيوم ويقلل PO2 هون شوية عن الادرينال كورتكس او الادرينال جلانت همين رح ناخذ شوية عننا الادرينال جلانت تذكرون اش تنتج اخذناها بمادة الادوية الادرينال كورتكس تنتج الاستيرويد تنتج غلوكو كورتكويد وتنتج منيرالو كورتكويد وايضا تنتج الاندروجين اندروجين اللي هي اندروجين 6 هورمون ومنيرالو كورتكويد شرحناها بالادوية انه هي مسؤولة عن الصوديوم والبوتاسيوم بالانس مسؤولة عن الأملاح و اللي هي الكورتيزول مسؤول يعني يشتغل على الكربوهيدرات والليبيد والبروتين طيب أول شي قدنا في شيء اسمه كوشينج سندروم وهم أخذناها بمادة الأدوية يمكن الكوشينج سندروم أشنو هو يزيد للويت المود يصير بينه تغيير قنات ديسفنكشن بروكزيما الويكنيس أكني أهم شغله يصير عندهم المونفيس راح نشوفه بالصورة والبفالو هم أيضا اللي هو حدبة الجاموس يصير عندهم سنترال أوبستي ومونفيس وبفالو هم يصير عندهم انكليز بلاد برجر وانكليز كلوكوز ووستيوبروس البرايماري الديرينو كورتيكال إنسوفيشنسي اللي هي أديسون ديزيز أديسون ديزيز عكس الكوشينج ديزيز يعني هون أنا عندي الديرينو الكورتيكس راح يصير بيها الدفشنسي ما راح تنتج لا ستيرويد لا غلوكو كورتيكويد ولا منيرالو كورتيكويد اللي هو ألدوستيرون فبالتالي راح يصير أيضا مو تشينج ممكن سايكوسز هديان وممكن تايرد وويكنيس لكن نخلي ببالنا شغله معينة مهمة جدا إنه هذول جماعة أديسون ديزيز يصير عندهم فيتلايقو فيتلايقو اللي هو البهاق أيضا يصير عندهم بوستشرا الهايبوتينشن يصير عندهم البيجمينت هاي البيجمينت البالمر كريسز يعني هاي هاي الخطوط اللي باليد يصير بيها ألوان بيجمينت يعني بيجمينت اللي الكريسز طيب نأخذ هسا شوية الصور شوفوا هاي الصورة الصورة هاي عبارة عن غويتر هذا الغويتر اللي هو غدة الدرقية بيها في سوالينج هذي نسميها إكزوفثالمس جحوض العين هذي إكزوفثالمس علامة مال شنو علامة مال ثايروتوكسيكوسيز علامة مال ثايروتوكسيكوسيز شوفوا هاي المرأة أيضا إكزوفثالمس طبعا هاي ما أفتر سيل في يعني أفتر تريتمنت هذي أفتر تريتمنت هاي عنده إكزوفثالمس أعطيناها علاجات وبدت تتحسن وصارت عيونه رجعوا مثل الطبيعي أيضا هذا إكزوفثالمس وهون يرجع للنormal هذا المريضة هذه اللي أسموها السيطراتيشينج أو السيطراتيشينج اللي هي ديبرست بيربل سكارب هذولي هذا المريض هذولي هايبر كورتيكوليزم هايبر كورتيكوليزم هي صيغ بي الادرينالي كلاند بروبلم الكوشينج فيس شوفون هذا المون فيس جعليه وجه القمر مدور بصورة يعني كبيرة جدا هذا كوشينج فيس أو نسمينه مون فيس جماعة الأديسون يصيغ عندهم هاي التصبغات مثل ما قلنا بالبالمر كريسز وأيضا يصيغ عندهم تصبغات بسبب الخربطة اللي يعمل الأديسون ديزيز بالكيراتين والميلانين الأكروميقالي شوفون هذا كان طبيعي شوية بدأ يصبح عنده تضخم هون هسه بصار عنده تضخم بالفم وهون تضخم بالحنك وهون ايضا تضخم حتى وصل النوس هذي أكروميقالي هاي صورة ايضا مع الأكروميقالي هون نشوف تضخم بالحنك صار عند المريض سموها ماكرو جنيثيا ماكرو جنيثيا ايضا هذا نشوف صار ماكرو جنيثيا الهايبوتايروديزم هذا الانسان اللي تشوف وجهه هم ندور بس بس مليان مكانات مع الشحوم متراكمة الشحوم اللي هو الانسان اللي يكون المريض الخامل ايضا هذه صورة الهايبوتايروديزم هذه ايضا هايبوتايروديزم هذه ايضا هايبوتايروديزم ليوني نكون خلصنا هاي المحاضرة اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله لا تنسونا بصالح الدعاء وربي يوفقكم وان شاء الله لكل ناجحة تحياتي لكم في امان الله تحياتي لكم